موسيقى أصعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة نواصل الاستماع إلى أحد الشهود على مرحلة التسعينيات في الجزائر عميل المخابرات الجزائرية السابق السيد كريم مولاي علنا نكشف المزيد من الخيوط ونجيب على الأسئلة المعلقة لدى البعض حول حمام الدم الذي شكل المشهد الجزائري في مرحلة التسعينيات بيضوح هذا نواصل الاستماع إلى السيد كريم مولاي وبيضوح وصراحة نرجو أن تريدنا الأجوبة من ضيفنا وضيفكم سيد كريم مولاي للأسبوع الثاني على التوالي مرحبا بك مرحبا طبعا موضوع الاغتياليات وموضوع حساس وبالتالي سنبدأ منها أيضا من جديد أنا لدي أيضا إحدى الشخصيات المعروفة كان مرشح رئاسي عبد المجيد بن حديد فعلا أيضا أغتيل هل لنا من توضيحات هل لديك علم من قريبة من بعيد بهذه الشخصية وقلت بأنه لديك ملاحظة قبل هذا السؤال أولا وقبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي ملاحظتين قبل ما أجيبك على السؤال اللي تفضلت به الملاحظة الأولى أني في البرنامج الماضي كنت اذكرت الأخت خديجة بن جنة على أساس أنها صديقة أنا ما كنت أقصده أنها كانت زميلته أنت كنت أقصد أنها زميلته في العمل وأيضا في الجامعة كانوا يعني زملاء ما اسم هذا الشخص؟ كان صحفي في التلفزة الوطنية أيضا في الجزائر يعني هي حاولوا تجنيدها وهربت ورفضت وهو ما الذي حصل معه؟ عمرو تم تجنيده رسميا ومتأكد من ذلك أنا أقول كل الأسماء التي ذكرت في الحلقة السابقة وهذه الحلقة تتحمل مسؤوليتك فيها أتحمل مسؤوليتها الملاحظة الثانية؟ الملاحظة الثانية بالنسبة لإغتيال عميد جامعة باب الزوار السيد صالح جبيلي في 31 ماي 1994 أنه في شهر جوان 1994 تم القبض على الأستاذ محمد سعيد مولاي بتهمة بتهمة قتل عميد جامعة باب الزوار ثم إيقافه مع شخص آخر اسمه باب الزوار كان رئيس دائرة الموظفين بالجامعة أيضا تم الحكم عليك بالسجن الخلاصة؟ أخذوه للسجن واقتلعوا أيضا اللحية تاعه بالكلاب يعني نزعوه شعرة 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 وبقي في السجن كم سنة؟ لمدة أربع سنوات تقريبا ثم إطلق صراحه ورجع للجامعة يعني أنت اتهمت شخص ثاني وقلت بأنك كنت شاهد إذن هو بريء هذا الرجل لا هذا بريء لكن أنا كنت أتجسس على أستاذ محمد سعيد مولاي لأنه كان إسلامي وكان فاز بمنصب في البرلمان في الانتخابات البرلمانية للفيس في 26-12-1991 بداية عيون سعيد مولايك البوراء على كل حال حتى لا تدخل لنا القصص لبعضها يعني إذن هذا السيد هو بريء من مقتل عميد جامعة برزورة هو بريء كل البراءة وأيضاً أبرئ السيد صالح الدين سيدهم لأنه أيضاً المخابرات أرادت توريطه والقاتل الحقيقي لنكرر فقط حتى للتذكير القاتل الحقيقي هو الدياراس والأشخاص المنفذين الشخص المدبر والمنفذ هو عبدالقادر وجماعته المعروف بي؟ بعباس عباس على كل حال ماذا بخصوص عبد المجيد بن حديد؟ عبد المجيد بن حديد كان رئيس للجمعية الجزائرية لترقية النشاط الرياضي والثقافي والتبادل الدولي وأيضاً طلبوا مني التجسس عليه لأنه كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية اللي كان مزمع إجرائها في 16 نظمبر 95 وكنت أنا أصبحت نائب رئيس الجمعية بأمر من هذا عبدالقادر طبعاً أنت أكثر من وظيفة دخلتها بدون ولا مؤهل علمي المخابرات زرعتك في أكثر من مكان وعند البطاقات وعند الوثاقة وكل شيء ليتوثبت ذلك وأصبحت نائب رئيس الجمعية مكلف بالإدارة والمالية والتنظيم طبعاً حتى لديك بطاقة أيضاً الصحافة وأنت لست صحفي في الحقيقة هذه وزارة التربية والتعليم مدرسة الوطنية للعلوم الهندسية بولي تيكنيك بولي تيكنيك ربما أيضاً الكاميرا تنتبعها الآن كنت فيها مكلبة مهمة لدي المدير وأيضاً مكلبة الأمن والوقاية داخل أعود إلى سيد بن حديد أصبحت مكلبة الإدارة والمالية والتنظيم ونائب وكنت أيضاً عندي مدخل لكل الأمور الخاص بالجمعية سلمت مواضيع لعبد القادر حول عبد المجيد بن حديد عبد القادر هو الذي زرعك في هذه الأجزة نعم هو الذي زرعني وترشح السيد بن حديد للانتخابة الرئاسية وديرس طلبت مني ديرس المخابرات الجزائرية نعم ديرس طلبت مني أن أغير الأدوية التي كان يتناوله لأنه كان مريض بداء السكري أنت سألتهم ما هي الأدوية التي مطلوب مني أن أغيرها وبماذا سألتهم لكن أنت تعرف لغة المخابرات مرات يقول لك نفذ ولا تسأل قلت أنا لن ونفذ لن أجد فرصة رغم أن كنت أدخل دار سيدي بن حديد في بودواو لماذا كنت تنفذ كل الأوامر إلا هذا الأمر رفضت إلا هذا الأمر رفضت لماذا؟ رفضت لأنني لم أريد أن ألطخ يدي بالدماء أعرف أني ربما بطريقة غير مباشرة شاركت بطريقة مباشرة؟ كيف بطريقة غير مباشرة؟ يعني أنت عمليا من ساهم بنسبة 9% في مقتر عميد جامعة باب الزوار؟ نعم لكن لم أقتل ولم أذبح أي أحد أهالي المرس أنت ستغير الدواء وبالتالي أنت المتهم الأول هذا ما كنت أقصده رفضت وفي بوكلة المهمة لغيرك وتمت تصفيته جسدي من طرف ديرس بالرصاص؟ بالرصاص عند مخرج داره ببودواو في 17 سبتمبر 1995 يعني قريبا شهرين بالضبط قبل مواعد الانتخابات الرئاسية كان مرشح لها هل تعرف ما نفذ؟ حسب المعلومات التي عندي وحسب أيضا الأوامر التي كانوا أعطاها يعني عباس أو عبد القادر اللي كان أعطاها لي تغيير الدواء أنا أيضا تتوقع أنه هو الذي قام بالعملية لأنه بعد وهل تذكر لمن أحيلت الجريمة؟ من اتهمه حينها؟ هم دائما يتهم الجمع الإسلامية المسلحة يعني أنت تعرف خاصة الصحف الحكومية دائما ترجع حتى نستفيد من الوقت أنا لا أريد أن أغفل بعض المحاور أعطيني بعض الجرائم الأخرى إذا كنت أستحضرها التعذيب من يعذب ومن يعذب وكيف يعني كيف كانت طرق التعذيب حينها؟ والقتل بالسلك سلك الحديد هذا الذي أشرت إلى نعم الذين كانوا يعذبون أولا على رأسهم عباس عبد القادر على الأقل الذين كنت أنت على قرب منهم نعم نحن أذكر لك كان فيها عباس عبد القادر هذا كان فيه وكان 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 أيضا واحد اسمه هذه أسماء وهمية أو أسماء حقيقية؟ أنا فقط يعني أعرف تعرفهم بهذه الأسماء؟ لكن بالنسبة هذه أسماء حقيقية كيف كان يعذبون الأشخاص؟ والله كانوا يعذبون الأشخاص بالسلك سلك حديد؟ السلك حديد يحطوا فيه يربطوه على الرقبة الرقبة ثم يتم إدارته من الطرف الأمامي هذا بالتمام حتى يموت أو حتى والموت دائما هل كنت شاهد على حالة من هذه الحالات؟ لا لم أشاهد مباشرة لا؟ مباشرة لا لكن وأكدوا لي عدة مرات يعني أنت مآدب مآدب التعذيب هذه لم تكن حاضرة فيها؟ لماذا؟ لأنها كانت تتم كانت تتم داخل يعني داخل سكنة في بنع كنون هذه القريبة من يعني الحياءة الجميعية عادة أنت قلت لي عندما يقوم بعمليات وخصوصا السبعة الذين قتلوا في الطريق كانت هذه المجموعة تكون مثمولة تماما نعم ويستخدمون مادة مخدرة مع المشروب نعم ما هي هذه المادة بالضبع؟ والله لا أعرفها صدقني لأنني يعني أنا أنت لم تتناول معهم هذه المادة؟ أنا قلت لك لم أتناول المخدرات كنت تشرب الخمر؟ كنت أشرب ولازلت؟ ولازلت أشرب ولكن المخدرات لا؟ المخدرات عمري ما أخذت المخدرات لم يكونوا يطلبوا مني مباشرة أنا كنت أقدم المعلومات وأظن أنهم كانوا يأخذونني معهم في هذه العملية كي يرهبونني هل كانت المخدرات ضرورية لإرهاب الناس والقيام بهذه الجرائم المشعة؟ هل كنت القصدي أن المخدرات كانت جزء من عمل المخابرات الجزائرية أم ماذا؟ أنا أقول كلام جازي من أن المخابرات الجزائرية التي كانت تقتل كانت تستعمل في معظم الأحيان المخدرات بعلم الرؤساء هذا حسب تجربتي يعني تجربة شكرا لأنني قلت لك كانت في حانة في حسن داي يعني بالعاصمة يعني كنت تناولوا الخمر يعني نشوف فيهم يأخذوا الشيء هذه يعني يمزجوها بشعار في بيت هل تذكر في أحد المرات كان أحد القيادات الكبرى في المخابرات كان مع هذه الجلسات؟ مرات يأتون بناس لا أعرفهم لكن يقالوا لي من قبل يأمروني بلا أسأل يعني أدخل عندما ترى شيء لا تسأل يعني لا أسأل وعبد القادر كان عنف جدا كان يعني لا يقول لا تسأل أسئلة عبد القادر هذا كان يبتز الفتيات في الجامعة؟ كان يبتز الفتيات في الجامعة وفي الطرق وفي كل مكان عبد القادر كان من كان رئيسه؟ من كان رئيسه ولي حاسبه؟ والله أنا حسب المعلومات اللي جاتني من بعد يعني لما دخلت في يعني اتصالات مع مع NP.org الحركة الجزائرية لضباط الحرار نعم كان فيه واحد اسمه محمد قال لي أنا كنت رئيسه إلى غاية 94 رئيس عبد القادر قال لي أعرفه جيدا وأعرفك جيدا هذا محمد هذا كان في الحركة الجزائرية لضباط الحرار مش عمل في ذلك المنزلو ولا لا لكن من كان رئيسه مباشر من كان يعطيها الأوامر لا أستطيع أن أجيبها لا لا تستطيع أن تؤكد أن الجنرال توفيق هو الذي كان لا أستطيع لأنه كانت خارج صلاحياتي على كل حال لكن دائما كان يقول الأوامر من فوق هذه الأعمال الجليلة التي تقدمها أنت ومن معك نعم بالنفرين طبعا لا شك أنها كانت تحظى بمباركة رؤسائكم وبالتالي تنالون رضاهم وتنالون المال والإقامات الفارهة تحدث لنا عن إقاماتكم كيف كنتم تقيمون يعني تحت حراسة في أماكن مخفية بالضبط اللهي الإقامات كانت فيه إقامات متعددة منها الإقامات الأمنية كما فيه بطاقة هناك بدأ بطاقة هنا للفندق لا وصل الحديث يعني فيه فيه إقامة في مازافران بزيرالدا هذه أوتيل مازافران زي ما قلت فيه كانت فيه إقامة أمنية في زيرالدا يعني هذه البطاقة الخاصة تدخل بها الفندق بدون لا أحد يسألك من أنت لا ولا تدفع ولا فرنك لأن هذه كانت لأنه كانت فيه اتفاقيات بين يعني كسكنات أمنة يعني حتى الصحفين كانوا يسكونون هناك أيضا ولكن كانت عندنا إقامة أيضا في فندق ساميتاو حوالي كيلومترين على إقامة من إقامات رئاسة الجمهورية في زيرالدا وهي بيوت خاصة بكم تنامون هناك وتمارسونا وكان فندق يعني فندق خمس نجوم وفندق خمس نجوم كنا نقيم به وكل شي مدفوع وكانت فيه المآدب والخمر والفتيات والمخدرات فتيات أيضا فتيات كانوا كل يوم يأتون بفتيات جديدات إذا ما كانت معهم من كان يدفع هذه الإقامات بالضبط هلأ كعلم فوثير ليس العلم يعني أنت فقط تقيم تأكل وتشرب وتنفذ الأوامر وتعمل جاسوس والأشرار السبعة كما يقال بندق فراين وتذهب نعم يعني هذا سؤال غريب فعلا يعني هذه السكن أنت لم تسأل يوما ما من الذي يشرف على هذه المساكن والله هذه سكن آمن يعني تابع للدولة لأن المعروف يعني يعني الصحفيين كانوا يقيمون في مركب مذافرة كم كنت تتلقى من الأموال في مقابل هذه الأعمال والله الأموال كانت مختلفة يعني يعني مش محددة لكن كانت يعني أموال معتابرة لكن يعني يختلف تقديرها من حسب يعني حسب درجة العملية وحسب درجة يعني العمل اللي قمت به يعني لكن مختلفة يعني ولكن مبالغ معتابرة يعني يعني أنت كنت يعني تقيم إقامة جيدة تعتبر من أنا أنا لست فخور يعني بما قمت به لكن يعني هما كانوا بيدفعوا الكل شيء أنا لدي صورة لبيتك الآن هنا في بريطانيا هو يقيم في هذه العمارة في غلاسكو ربما الكاميرا تظهر الصورة يعني أريد أن نعرف أيضا يعني عندما تدخل إلى هذه الإقامة في الجزائر نعم طبعا هذه الإقامة هي في غلاسكو الآن في بريطانيا لمن يتابعنا الآن وليست في جزائر وهذه أيضا بعض المشاهد يعني تحدثت لي عندما كنت تدخل الإقامة وأنت مدرب جيدا على الحماية والله كيف يعني هل كانت هناك رقم سري للدخول هل كنت تتأكد لم يكن هناك أي رقم سري لأني أولا أنا لا أسوق دائما كان مونير أو حسان أو عبد القادر أو لياس يسوق بي يعني لما أكون في المهمة يعني هو يديني المكان وبعدين يرجع لي أو يبعثوا واحد يعني من عناصر بتاعهم وفي حياتي الخاصة كان عندي سائق خاص طبعا هذا البيت أنا أكرر هو بيتك في غلاسكو نعم وهذا اشتريته بأموال الله أعلم من أين أتت هذا ملك الخاص ملكك الخاص والأموال من أين؟ جاءت من الله سبحانه وتعالى هكذا كيف نزلت عليك من السماء؟ أه والله وضعر في البيت في بريطانيا يعني على كل حال سناتي يعني ممكن تأخذ قرض من البنك لكن فيها أشياء أخرى حصلت على أموال من جهات مخابراتي أخرى؟ من جهات مخابراتي أخرى مخابرات الـ نعم كم دفعوا لك؟ دفعوا لي 40 ألف 40 ألف يعني أنت عميل لكل مخابرات الدنيا مخابرات الدنيا مخابرات الجزائرية ولك يد أيضا مع المخابرات الدنيا فقط يعني تشترى بالمهل هكذا؟ والله القضية ليست تشترى بالمهل لا مشكلة لازم نأخذ الأمر هذا من زاوية أخرى وأنا في الجزائر قلت لك لما دعنا في الجزائر على كل حال ما هي وسائل التجنيد أنا أريد أن أعرف كيف تقومون بالضغط على الطالب أو الطالبة لابتزازهم وإغرائهم يعني إذا كان إغراء أو إرهاب كيف؟ الطلب الذكور ترغبوهم بالماء عن طريق الترغيب المال والجاه نعم والفتاة طالبة؟ فتاة بالترهيب والتهديد بماذا ترهيبونهم؟ بالاغتصاب وبعدين الفضيحة هل تفرضون عليهم المخدرات مثلا؟ تعطوها حقنة؟ أنا عارف أن بعض أعضاء دياريس كانوا يخدرون الفتيات قبل اغتصابهن أنت متأكد من هذا؟ متأكد من هذا المئة المئة من قال لك هذا؟ أنا لو أريد كلام هكذا على الهواء هذا لأنه حضرت مرتين مرتين كان في عملية اغتصاب في ساميتاو قام به من مونير وأعرف جيدا أنه خدر الفتتين خدر الفتيات؟ على كل حال لدينا أيضا الطالبة حياة التي ذكرناها في الحلقة الماضية كانت على أبوة التخرج أنا أريد فقط لأنه لم نعطي ملحوظة إضافية كيف قتلت وأين تم رمي جثتها؟ قتلت رميا بالرصاص وتم رمي جثتها عندما خرج حديقة الحيوانات في بنع كنون هكذا؟ نعم مش يعني مش بعدا مقر ديرس لأنها حتى كانت طالبة في محل الصحافة يعني مش بعيد يعني أنت ذكرت من قتلها تماما؟ مونير يعني لا جدال في ذلك؟ لا جدال في ذلك متأكد 100% وهل حكم مونير؟ مونير ما زال حر طريقا إلى الآن؟ أنا خرج سنة 2000 يعني نهاية سنة 2000 لكن أكيد أنه ليس ما زال لأنه ما سمعت أي شيء في الأخبار هذه العناصر التي ذكرتها سيدي لأنها للتاريخ تمارس ابتزاز الفتيات والشباب في الجامعات تتناول المخدرات والخمر كانت هناك مآدب جماعية للمخدرات والخمر؟ كانت هناك مآدب جماعية وكانوا يأتون بعملاء آخرين التقيت بعملاء آخرين كانوا مختصين في مثال سرقت سيارات فخمة وإعادة بيعها وأيضا تهديد الناس خاصة في منطقة حسن داي ومنطقة شراغة كانوا يهددون الناس تحت غطاء إرهاب يدفع الأموال أو سوف نأخذ ابنك أو بنتك أو بعد يومين ماذا كان دورك أنت في هذه المهام التحديدة؟ أنا كان دوري هذا هام جداً أيضاً للتاريخ كان عندي دور واحد في معا من هي هذه؟ طالبة؟ لا هذه كانت مكلفة مهمة لدى رئيس الحكومة أنا ذاك وهي أول من تحدث الحكومة الجزائرية وفتحت مدرسة خاصة وكانوا يدرسوا فيها أبناء الجنرالات وقادة الدولة وأبناء السفراء مونير خطط عملية إرهابية وأخذ خمسين مليون سنتيم على أساس أنه إرهابي طلب منها دفع الأموال أو سوف يخطف أحد أبناء الجنرالات يعني مونير هذا متمرد على الدنيا كلها مونير هذا لو أذكر لك الأملاك وإقاماته في اليزائر الآن هذا برج وازي وين؟ والله مش عارف الآن أنا لما خرجت كنت عنده تجارة الذي جرى أنه أنا كنت أعرف جيداً يعني مونير قال لي لازم تتصل بها ولم أتصلت بها قالت لي فيه شيء لازم ما أنا أتصلت بها لماذا؟ يعني أنت ذهبت لها يعني أعطيني فلوس وألا؟ لا 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 أنا ما ذهبت لها لا مش كده أنا مونير قال لي فيه فرصة ثمينة مع قال لي هل تعرفها؟ قلت لو أعرفها قال لي اذهب في زيارة خاصة عليها فقط لا أكثر لا أكثر لا قد ذهبت في زيارة خاصة عليها أنا كنت أعرفها منذ سنة التسعين نعم وهذا حدث في أواخر ستة وتسعين قال لي إذهبت فقط زيارة مجاملة وحتى يعني هو اللي داني المقرمضة لما ذهبت للمدرسة أوه قالت لي أوه كريم هذه مددت أيام كيف حاله وكذا وكذا وبعدين مونير قال لي ابقى على اتصال معه ومرة مشيت يعني لها قالت لي فيه أمر خطير لازم أقوله لك قتلي فيه جماعة طلبوا مني خمسين مليون ولا أدري ماذا أفعل لأنها كانت هي أيضا يعني من قبل تعرضت عملية اغتيال محاولة اغتيال محاولة اغتيال هي نجت وسائقها مات أو قتل لذلك هي خافت قتلها أنا حشوف لك يعني عندي ناس أعرف ناس ربما يقدروا يعني سعيدك تعلم بأن الابتزاز من مونير نفسه من مونير نفسه المهمة مونير غاب يومين وراجع وقال لي وقال لي وقال لي شي صار قتلوا وطلبوا منها خمسين مليون قالت كذا وكذا قال لي قولها لازم تدفع أحسن شيء لا خيار لا خيار أحسن ما يعني يخذوا واحد من أبناء قادة الجيش أو أو السفراء أو كذا لأن كانوا يدرسوا أولاد القيادة وبعدين اتصلت بي وقالت لي أوكي أنا حدفى عليهم حددت لهم مكان وحددت لهم مكان مشوا أخذوا الفلوس وبعدين مونير جاء يضحكوا وقال لي الفهم يفهم وهي إلى الآن لا تعلم وهي إلى الآن لا تعلم يعني وأنت كنت صاحب هذه المهمات بين ضفرين يعني هي أقل ما يقال فيها أنها مهمات قديرة تبتز الناس وتستدرج الناس لقتلهم وما إليه ولكن للسائلة ليس ألنا من يتابعنا ويتابعه الحلقة الأولى وهذا لماذا قررت الحديث الآن واخذ ضمير يعني أم أنك حاولت ابتزاز السلطة وأخذ أموال فلم تستطع لأننا هنا أقولها وللأمانة حاولت مليون مرة أني أتحدث معك وبطلبك أنت كان الموعد الأول والموعد الثاني والموعد الثالث وكل مرة تخلف والآن أتيت ربما لأنك كنت أيضا تبتز جهات رسمية فلم تجد استجابة فأتيت للحديث لا أنا لما خرجت ما هو السبب الذي دفعك إذن للحديث الآن أولا أنا لم أنتظر إلى سنة 2010 أو 2009 لكي أتكلم ثانيا أنا كان عندي اتصال مع الحركة الجزائرية لضباط الأحرار منذ أواخر سنة 2002 وأنا دخلت بريطانيا 2001 منذ 2002 وأنت على علاقة أولا اتصال بالضباط الأحرار بالضباط الأحرار إلى غاية 2005 بمن شخصيا بضع بيت اسمه محمد هذا اللي قال لي أنا كنت أين كان يقيم حينها في 2002 والله يعني كيف تحصلت على الرقمة إذا كنت لا تعرف عمره ما أعطاني الرقم بتاعه كان هو يتصل بيك هو يتصل بيك ولما طلبت الرقم بتاعه وقال لي لأمور أمنية لكن لمدة أربع سنوات ونحن على اتصال وأخذ هذه الأمور كلها أخذ كل وقال لي أنت تقول كل الحق وبعدين تم حجب موقع ضباط الأحرار أظن عاد في المدة الأخيرة وبعدين كان عندي اتصال مع حركة رشاد حركة رشاد جاء طريقة أخرى ربما سوف ترجعها يعني رئيسها سيد العربي زيتوت نعم لذلك أنا كما قلت لم أبقى مكتوف الأيدي لكن أنا بشرت منذ 2002 ولن تستطع الوصول إلى أي منبر توصل هذه الرسالة إلا الآن الآن وصلت لأن أولا كنت أيضا يعني بأخذ علاج نفسي يعني أنت كنت عاني من اكتئاب أم لا؟ كانت عندي دبريشن يعني اكتئاب نفسي وكنت تحت معالجة طبية لمدة تقريبا سبع سنوات وما زلت أخذ الأدوية إلى الآن ما هي أسباب هذا الاكتئاب برأيك؟ والاكتئاب هو الماضي القذر وهذه التجربة القاسية وهذا ما قمت به اتجاه الشعب وأيضا ضد المصلحة العلوي للوطن يعني سنعود لهذا ولكن أنا أريد أن أعرف كيف غدرت الجزائر في سنة 2000 يعني قمت بعملية تمويه كيف استطعت نعم ولماذا قررت أن تهجر هذا الواقع؟ أولا أنا بعجالة لأنه بصراحة الواقع نعم أنا أولا أنا كنت أحاول أن أخرج من هذا الجحيم منذ سنة 92 لكن عبد القادر كان دائما يهددني بالقتل أو قتل والدتي وهذا أمر لن أقبله قتلي نعم لكن والدتي لا لما توفيت وليدتي رحمها الله ألف وتسامية وستة وتسعين أو أخرى أصبحت أفكت جديا يعني في الرحيل من هذا الجحيم نهاية ألفين شعورا بالذنب أم لأن والدتك توفت؟ لا كان شعوري بالذنب وكان شعوري أني لأنني لو خرجت قبل يعني وفات والدتي سوف يكون يعني يمارسون ابتزاز يعني عملية ابتزاز ضدك ويكون إحساس بالذنب مرتين يعني ما قمت به وأيضا الوالدة لذلك أنا في نهاية سنة ألفين تزوجت في شهر نوفمبر في الثاني من نوفمبر ألفين وطلبت شهر عسل وعبد القادر نظم لي رحلة إلى ماليزيا وهناك التقيت بابن عباسي مدني أسامة عباسي هناك يعني أنا كان عندي نظام يعني للخروج نهائي من الجزائر زوجتي لم توافق يعني في ماليزيا قالت أنا لن أوافق على أن أبقى خارج الجزائر وكانت حامل في الشهر الثالث ورجعت الجزائر في 16 جامبي ألفين وواحد وتركتك وحيدة وتركتني وحيدة والسفارة استغلت يعني أنا لم تستعي العيش معك ربما نعم نعم لأن أظن كان عندها إحساس أنك كان في شيء غريب لأن كنا في شهر عسل وكنت أتركها يعني يوميا وحيدة لأنه لأنه كانت الناس من السفارة التصل بي أعظم السفارة وكانوا يقولون فيها أوامر جتم الجزائر فقاهم أنا في شهر عسل لكن أنا كنت إم 오�ه لكي أكسب الوقت يعني أنت خرجت من الجزائر بالتمويه وتريد أن تغادر هذه المهنة القليرة نعم ولكننا في ماليزيا خضعت من الجديد لأنك أنت يسيل لعابك مما بأموال والجريieren لا 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 كي أكسب الوقت يعني أنت خرجت من الزائر بالتمويه وتريد أن تغادر هذه المهنة القادرة ولكننا في ماليزيا خضعت من جديد لأنك أنت يسيل لعابك مما الأموال والجهات لا 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 على كل حال سنرأ سوف أشرح لك أموال نعم لكن في شيء أنهم طلبوا مني طلب قذر في ماليزيا وهو قتل ابن عباسي مدني وأسامة مدني هذا سنة سنة 2001 سفارة بالحرف الواحد نريد أن نرجعه إلى الجزائر في تابوت ماذا قلت لهم؟ قلت لهم لا لن أفعل ذلك أنا أريد حرق المراحل بغجالة ما الذي حصل بعدها؟ غدرت لندن قالوا نفكر في الأمر قلت لهم مكحة فكر في الرمو أنا كنت فقط أموه وحزمت حقائبي وجئت على لندن مباشرة في 3 فبراعيا وولدت ابنتك بعدك ولم تراها منذ ذلك الحياة لم أرى ابنتي طول حياتي عمرها الآن تقريبا من 10 سنوات لم أرىها أبدا أين تقيم الآن هي؟ هي بأخرا اكتشفت أنها تقيم في باريس والآن عندي محامي في باريس يقوم بالإجراءات الضرورية لكي يتم عملية تسهيل رؤية ابنتي والطلق تم أظن في 2004 يعني طلق يعني انفصال يعني رسمي مع زوجتي السابقة نعم جددت الاتصال يعني بحركة رشاد فيما يبدو عندما وصلت إلى لندن أو جاءك هاتف من السفارة الجزائرية هذه في سنة 2007 في سبتمبر 2007 جاءني هاتف من غلاسكو يعني الرقم طلع رقم غلاسكو وقال لي أنا فعل خير وهو جزائري قلت له قدم نفسي قال لي أنا جزائري فعل خير فيه من السفارة حبي شوفك ضروري قلت له أنا ما عندي أي شيء في السفارة قلت له حبي شوفك ضروري أمر عائلي خاص لازم تروح وبدهبت راحت للسفارة وقال لي نحن نعلم من أنت وكذا 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 قال لي نريد منك شيئا وسوف يعني نكافيك عنه قلت له ماذا تريد أنت حاضر طبعا مدام هناك مكافأة أنت دائما جاهز لا 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 أنا سوف أرجع إلى إلى هذا الموضوع لأنك أنت تقول يعني الأموال أنا سوف أرجع هذه نقطة المهمة المهمة التي طلبوها منك المهمة التي طلبوها منك المهمة التي طلبوها هي قالوا لي فيه رشاد حركة خرجت للوجود بعد الضبط الحرار نريد التجسس عليها وعلى السيد العربي زيتوت مباشرة تحديدا تحديدا هذا الكلام في 2007 في نهاية 2007 وزيتوت يقدر يعني أكد وتم وبعثت إيميل إلى زيتوت وتصل بيه مباشرة حذرته يعني لا 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 بعث إيميل ومشيت وشفته العربي زيتوت ماذا قلت له أولا تكلمنا تكلمنا حول الواقع الجزائري وحول تجربتي وبعدين قلت له أن يعني بعد يعني لم أقوم أي ب أي عام من تجسس لأني رفضت لكن بعد شهرين اتصلت به وقلت له السفر الجزائرية طلبت مني باش تجسس عليك طلبوا منك أيضا تجسس على مجموعة مجموعة من طلبة وهذه الصور هي لدي هي مجموعة من الجزائريين المقيمين في غلاسكو مجموعة اعتقلت في 2001 و2002 عقب تفجيرات حد السبتمبر اعتقلوا هنا في بريطانيا ثم أطلق صراحهم طلبت منك السفر الجزائرية التجسس على هؤلاء طلبت من السفر الجزائرية التجسس على هؤلاء وأيضا على رشاد وبعض الوجوه المعروفة في غلاسكو وقالوا لي بالمقابل سوف نعطيك مرتب شهري 4500 جنيه طاكس فري استرليني نعم استرليني وقبلت طاكس فري لا لم أقبل هذه المرة صدقني أكيد لم أقبل صدقني هذا قلت لك سوف أرجع لأن المبلغ لم يعجبك لا يعني لو وصلت إلى حد التفاوض على المبلغ يعني لو أعطوك 10 كنت قبل لا 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 والله لو لو أعطوني 20 و40 لن أقبل لماذا؟ وأنت تاريخوك أسود يعني ساهمت فقة البشر تاريخي أسود أنا لست فخور به لكن قلت لك توبة النصوحة خاصة قلت لك أنا في المرة الأولى كنت أظن أنني أخدم المصالح العليا للوطن لكنك سجدت فيما بعد أنني كنت أخدم المصالح الشخصية ورفضت وحتى عملت عليهم لماذا أغروك أكثر من المال أغروني بجواز جزائري أغروني أغروني بمنصب عمل في السفارة وأيضا أغروني بجواز سفر جزائري أنا فقط أظهر صورة جواز سفرك هنا ربما لمن يشك قد يقول من هذا كريم ملائي قد يقول أحد أحد في السلطة من هذا كريم ملائي لا نعرفه هذه صورة جواز سفرك والبيطاقات الأخرى موجودة لدي يعني وبالعودة لرؤية ابنتك أغروك ربما أغروني أنهم كانوا يعلمون قضية ابنتي قوي سوف نعطيك جواز سفر جزائري باسم مموة سوف تسافر إلى جزائر أو إلى باريس لرؤية ابنتك وأيضا سوف نوفر لك كل الأشياء ورفضت قضية محمد سمراوي واعتقالي في إسبانيا بعجالة قضية باختصار جدا بكلمتين أنا قلت لرشاد أني أن هذا كان لمحلي بطريقة مباشرة حول عملية سمراوي قبل اغتياله لا قبل عملية اعتقاله في إسبانيا وقلت لهم يعني وأخبرتهم نبهتهم لا لكن بعد فوت الأول بعد فوت الأول لأن أنا أنا ما كنت أعرف أنه رايحني يختطفهم هل تتوقع الآن عملية لاغتيال مثلا سيد العربي زيتوت أو أي شخصية من رشاد؟ والله المخابرة الجزائرية تستطيع أن تفعل كل شيء في الجزائر أو خارج الجزائر يمكن جدا أن تقتال زيتوت أو سيد سمراوي أو حتى أنا الآن يعني أنت تقول بأنني تبت سنة 2000 نعم عدت للعمل مع المخابرات المخابرة 2004 نعم يا سيدي أنت أنت عميل مأجور لا لا مش مش الكل يعطي فرنج وتقود على الثاني نعم بالمعنى بلغضة الشارع في المغرب العربي لا لكن نحن نعرف المخابرات الجزائرية أنا لدي صورة لك الأول على اليمين لمن يتبعنا الصورة لماذا جمعتك هذه الصورة مع المخابرات؟ لأنني كنت أسافر بصفة منتظمة على ليبيا نعم وجمعتني اللقاء به في سنة 1988 على كل حال قد نتناول هذا في حلقات قادمة يعني أنا الآن أتحدث هل أنت تخشى بعد هذا الحوار على حياتك؟ ومن من؟ أولا أقول أنا لقد تبت توبة النصوحة لا يبدو هذا لا 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 لو جاءك طرف ربما حتى المخابرات الإسرائيلية لا 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 ستبيعنا جميعا لا 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 هذا رأيك هذا رأيك هل تؤكد في نهاية هذا الحوار أيضا أنك لم تتسبب في مقتل أي شخص بشكل مباشر وأن كنت تسبب في قتل كثيرين بشكل غير مباشر نعم ولم تحضر أيضا مآدب التعذيب نعم ولا المخدرات لا هل أنت مستعد للوقوف أمام المحكمة؟ إذا حكمت هذه الأسماء التي ذكرتها أو هذه القادة أو هؤلاء الضباط أنا مستعد أن أتحكم معهم على كل حال أنا مضطر قبل أن نختم أنا أقول بأنه لسنا مسؤولين عن أي شخصية أنت ذكرتها بالاسم أكان ذما أو مدحا هو في الحقيقة لم تمتدح إلا زملتنا خديجة بن جنة في هذا الحوار المطول على كل حال من حق أي شخص ذكر اسمه في هاتين الحلقتين أن يأتي من حقه الرد على اتهاماتك الشخصية أنا أريد أن أعرف بعجال الآن قادة المخابرات الذين ساهموا في قتل مباشر أو أعطوا أوامر بالقتل ولا يزالون في مناصبهم العليا وكلهم ضباط فما أعلى كلهم ضباط ساهموا في قتل ولكن لا يزالوا هناك أكيد ما يزالوا هناك بكلمتين فيما يتعلق بملف الرشوة لديك كما ذكرت ملف حول بوتفليقة كيف حصلت عليه ويتعلق بماذا أعطيني الملخص حول رئيس بوتفليقة بأمر من عبدالقادر قمت التجسس على الرئيس بوتفليقة قبل قيام كرئيس قبل وصوله كرئيس نعم التقينا في فندق توات بولاية أدرار وحصلت عليه من زميل أو صديق بوتفليقة اسمه كان عنده وكالة سياحية وكان بوتفليقة يسهل قدوم الأمراء هذا الخليج بالصيد يعني في الصحراء الجزائرية وكان يسهل عن طريق وكان تلقى الرشاوي وكان أيضا فيه أراضي أعطيت لناس ألاف الهكتارات أعطيت لناس ألاف الهكتارات ألاف الهكتارات ألاف الهكتارات يعني رئيس بوتفليقة الآن متهم بقضايا رشاوي عديدا تتعلق بألاف الهكتارات على الأقل في هذه المساة أراضي وكان معتاد على زيارة مدينة أدرار باستمرار لماذا؟ لأنه عنده أشتقاء كثيرين هناك خاصة هذا وأنا التقيت شخصيا في فندق تويت فندق تويت هذا يعني معروف في مدينة أدرار نعم وفيه أيضا ملف حول كان رئيس حكومة كان رئيس وكالة سياحية في أدرار كان يجيبوا الأجانب ويسهل لهم الصيد ويتعتقاظون ويتعتقاظون ألاف دولارات يعني مؤسسات دولة من طراز رفيع في الجزائر فيما يبدو في تلك المرحلة والله أنا مرات مرات أتخيل أنني في حلم يعني مرات أظن أنني لم أقم بكل هذه الأشياء بدأنا هذه الحلقة بالحديث في المقدمة السابقة على المفقودين نعم نحن نريد أن نقول كلمة على المفقودين للأمهات والأباء الذين ينتظرون خبر بسيط على المفقودين أنت عميل سابق المخابرات ولازال لديك هل هناك شيء حقيقي اسمه المفقودون أم في الحقيقة هم إما قتل ضحايا لهذا الإرهاب الأعمى أو هم على قيد الحياة في مكان ما لا يوجد مفقودين موجودين في سجن سري في الجزائر أنا والله حسب اعتقادي وحسب رأيي وحسب تجربتي مع هؤلاء الناس ليس هناك أي مفقود الأمجزة يعني المفقودين كلهم إما ماتوا أو عذبوا أو عذبوا إذا كان مجلوع بقيد الحال كان حادث أهله لكن لا أظن يعني لأن الملف المفقودين بدأ يعني منذ بداية تسعينات ونحن يعني حوالي عشرين سنة الآن لا أظن أي مفقود يكون بقي على قيد أيضا قتل أو هرب يعني لنقول أنه مئتي ألف مفقود هل هؤلاء في مقابر جماعية سرية؟ هل تعتقد أن هناك مقابر جماعية؟ أنا أظن أن فيه مقابر جماعية أين؟ لا أدري لم يحاكم نحن في نهاية هذه الحلقة نقول لم يحاكم ولا الضابط واحد لحد الساعة أنت عميل كنت مع هؤلاء مع هذه الأياد القذرة ليت تقتل الجزائريين وأنت ذكرت على الأقل سبعة بأن كنت شاهد عيان على مقتلهم وذكرت أسماء القتلة هل أنت سيدي مستعد للوقوف أمام القضاء؟ أنا سألتك هذا سؤال قبل قليل وأو كرره مرة ثانية متى أنت تستعد للعودة إلى الجزائر لقضاء عادل؟ والله إذا وقفت هذه الجماعة أمام القضاء عادل ونزيل ستكون مستعد سوف أكون مستعد ولكن ماذا تقول لأهالي الأبرياء الذين كنت على الأقل مساعد في قتلهم؟ ماذا تقول لهم الآن؟ ماذا أقول؟ أعتذر ولكن لا أظن أن الاعتذار يكفي في هذه الأمور قلبي يحترق الآن على كل ما قمت به كل ما أقول أنني نادم وأريد منهم أن يسامحونني لا أظن أنهم سوف يسامحونني لأن كل قلب مفجوع سوف يبقى دائما مفجوع لكن كل ما أرجوه أنهم يسامحونني ويقدرون هل تخشى من الشخصيات التي ذكرتها في هذا الحوار الآن بعد هذا الحوار عندما يبث؟ أكيد سوف يكون قوة طرد فعال سوف تكون في قوة طرد فعال لا تخشى على حياتك بالطب أخشى على حياتي لكن الموت واحدة وقل لن يصيبنا إلى ما كتبه الله لنا أظن أنني لست متدين مئة في المئة لكن أؤمن بله سبحانه وتعالى أؤمن بأن الموت واحدة يعني جرائمك هذه بالأهوال تحتاج ربما إلى عشرين توبة نصوحة حتى تغفرها أنت في الحقيقة عدت إلى العمل كعميل للمخابرات إن لم تكن الجزائرية فهل بريطانية نعم على كل حال الوقت للأسف انتهى سيد كريم مولاي العميل السابق للمخابرات الجزائرية والعميل السابق للمخابرات الليبية والعميل السابق ولا أدري لازلت الحال للمخابرات البريطانية الخارجين منها والداخلية أشكرك جزيلا شكر سيدي كما أشكركم مشاهدين الأكارم بوضوح إذن أجرينا هذا الحوار ونأمل أن نجمعنا دائما الوضوح والصدق في أمان الله اشتركوا في القناة